موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم الجمعة 28 أب طبعا بلشت تحضيراتكم للمدارس المدارس في منهم ببلشوا أول سبتمبر في منهم ببلشوا أول أيلول يعني والبعض منكم ببلش بنص أيلول مشاكلكم كتير والمصاريف كتير ودفعات كتير بعرف كتير منيح ولازم تعرفوا كتير كيف تنظموا حياتكم وتنظموا مصاريفكم وتنظموا معاشاتكم تقضوها اخر الشهر لانه منجمع كل السنة لانه نوصل لها الفترة هايدي وندفعوا للمدارس انا بدي اتوجه هوني من مدر المدارس انه قد ما فيكن معالش ترحموا الاهل وترحموا تلميذ ببداية هالسنة الدراسية وبدأ اتمنى الخير وبدأ اتمنى التوفيق لكل الطلاب يلي مبلشين سنة دراسية جديدة قد ما فيكن كونوا جديدين وخاصة لوصلوا للمرحلة السنوية الثالثة لانه عندكن سنة قديم وانتقال من مرحلة المدرسة لمرحلة الجماعية يعني عندكن خطوة جديدة بحياتكن بتوفيق للجميع وانشانا تكون السنة الدراسية سنة خير ما يكون فيها ضربات تكون كي شي تمام والمظاهرات متوقف المدارس لانه كمان هاي دي توقف بوجه الطلاب على كل حال سنة موفقة للجميع احنا ويكون نهار طويل من هلأ لغاية ساعة اتناش ونصف بتوقيت بيروت من بعد نقل وقاعة المحكمة الدولية ونقل وقاعة صلاة الجمعة من مكة المكرمة شو هن فقراتنا وضوفنا بعد شو هنو نشوف اسخلين نصبح بالخير شيف فريد شيف فريد صباح الخير كيف فك استيستوني جوزيف شو باك مضيع اليوم هاي دي الصورة اللي اخدتها يمكن الصبح معا مش بعدها هلأ ببالي شوف حطيتها انستاجرام بس انت مش عامل لي فولو على انستاجرام لا هلأ يلا كبتعملها لايف لا عملها تاج مالجيتك لان بعملها هلأ بتشوف بلاس وان فان اه يلا ها واحسن فان يا شيف شوف فيه عندك اليوم اليوم في عنا نيوكي نتعلم كيف نعمل نيوكي يعني من اساسه نجح نتعلم طريقة تطبيق كتير مهدومي وكتير طريبي اوكي انا بعرف بعملوا عصوص روج وعصوص بلانش شو بتعمل بدا كيه مثل حيالة باستا بس انا بدي يعلم اول شي طريقة تطبيق نيوكي وين يعني كيف الواحد بيعملو يعني نيوكي بتاعي في الباستا بايته البطاطا نشوف شوية كيف نعمل كل شي من اساسه طي يطلع معنا نيوكي عن جد بياخد العقل ممكن كملمس ممكن كطعمة وممكن بعدين انت تقرر لتعمل في البداكيه بس عندي شغلة بيقلك هي انو انا بعرف اعمل حتى نيوكي بالبيت يعني البطاطا مع الطحين مع البيض كله بتاع بلاعجينة اسية بتمدة وبتقطع بس بتصور اللي بالسوق بتكون بروفيشونال اكتر عاكل حال نحنا لنا عودي لعندك عدة برات خلال النهار اوكي شايفت لك المشاهدين طبعا بقلكون سؤال عبر صوحة الفيسبوك هيك مهضوم بتعرفوا اكتر منا بيسرقوا اغراض مش بقصدن يعني بتكون بيخة كتير مثل الداحة مثل الالم مثل اي شي هيك مع اصحابكن شي مرة سرقته شي بيخ شو هو او اذا بتعرفوا حدا سرق شي بيخ او معود او عنده هالخصلة مثلا في عالم عنده خصلة بتسرق ادحات في عالم عنده خصلة بتسرق اقلام وغيرها من الغراض البيخة والصغيرة خلينا نتواصل نحنا وياكم عبر صفحة الفيسبوك تويتر الايميل كمان وفيكن تعطونا اكترح تكونوا اي سؤال عبر الواتساب 030-5333 اما شوف هن اها طلعت الهيئة بلشت بلشت القصص نحن وياكم نحنشوف شوفها عنا فقرات وضيوف منها الـ 12 نصبية تويت بيروت بحلية اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن عروض ازياء لخريف وشتاء 2015-2016 مع هادية عالمودة النظام الغذائي الافضل لاضطراب الامعاء بخفيف ومضيف ضيفنا بيعرفنا على اجدد نشاطات المركز الدولي لعلوم الانسان جوفنا بيعرفونا على مهرجين عين الدلب المسيئة ورشة ملح مع الشف فريد على صلطة الارض شوكة موسيقى موسيقى ازا نحن وياكم يوم جديد الجمعة 28 قبل 2015 بالبداية دايما تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابراش موسيقى بصبحكم بالخير اليوم الجمعة 28 أب أغسطس اليوم الأمر مرافقنا من برج هوائي برج الدلو والأجواء جيدة لأبراج الهوائي مولي برج الدلو مولي برج الجوزاء وكذلك مولي برج الميزان كيف رح بيكون نهارنا؟ منبدأ مع أول برج برج الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برج الحمل لأجواء نوعا ما أنشط من غير أيام بتساعدك لحتى أنت ترفع عن نفسك بتساعدك لحتى تروح على الاجتماع وتلاقي أنه كل الناس عم تستمع لألك مبسوطة أو حتى نوعا ما مهتمة باللي بدك تقوله الأجواء حلوة وداعمة وبيبقى المولود الأنشط 54 نيسان أبريل ننتقل لبرج الثور بالنسبة لبرج الثور الأجواء اليوم متطلبة متطلبة لأنه نوعية الوقت مهمة مهمة لكن متوترة بالوقت نفسه وبالتالي الغلط ممنوع إذا أمكن الجو معقول يقدم لك فرصة ثمينة جدا لحتى تتقدم مكان عاطفيا على السعيد العائلة أو حتى مهنيا 24-25 نيسان أبريل أنت لأكثر حظا منكمل مع برش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء هناك نوع من فرحة كأنه مصدر شخص غريب جهة غريبة يمكن الجو اليوم يفتح قدامك مجال مجال اللي عمل مجال لفكرة تطرحها تشتغل عليها هناك آفاق جديدة حلوة الوعود موجودة منها صعبة كتير من موالي برش الجوزاء اليوم طالع بالوني غيروا جو وينتقلوا من مكال إلى آخر 5-6 حزيران يونيو قال أكثر حظا منكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان كل شي مطلوب منك اليوم هو أنك تسمع لشخص الآخر تصغي لأله لرأيه لأفكاره مش أنه ضغري أنت تتسلط أو تفرض رأي أو تعتبر الرأي الآخر مش صحيح الأجواء اليوم تدعو إلى الأخذ والعطي حتى ولو كنت عم تتعامل مع أمور إدارية أو حتى أمور قانونية 21-22 تموز يوليو أنت الأكثر حظا منكمل مع برش الأسد مولو برش الأسد اليوم هو يمكن نهار الوحيد بكل هالشهر بتحس أنه فيه اعتراض على مسألة أو على نقطة ما أنت عم تشتغلها مبسوط فيها ومكيف فيها فعمول حسابك أنه فيه شخص أو ظرف أو جهها ما مش عاجبة اللي أنت عم تقوله ويمكن يكون فيه عندك اجتماع كتير مهم أو امتحان كتير مهم بيخليك على أعصابك كن حذر جدا بعد عن السرعة والمجازفات كليا 4-5-6-7 أب أوسطس منكمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء وكأنه فيه صفحة لمسألة جديدة العلاقة بصحتك طبعا للأفضل أو العلاقة بشغلك مفروض يكون للأفضل فيه صفحة جديدة فيه فكرة جديدة فيه مخطط جديد بانتظارك جدوى الأعمال بدو ينحط بدو ينحط بشكل أنك تطلع أنت صحيا وجسديا ومهنيا كله ماشي هناك روتين جديد لازم يدخل على حياتك وعلى الأرجح بتبدأ فيه اليوم 26-28 أب أنت الأكثر حظا ما يكمل مع برش الميزان مولو برش الميزان فيه فرصة لحتى تخلص من مشاكل الأسبوع الماضي وخاصة مشاكل اليومين اللي مرأوا اليوم فيه نوع من الطمقنينة هالطمقنينة هي أكتر شيء اللي علاقة فيك أنت أو بعائلتك وكأنه بالك كان مشغول المبارح أو المبارح لمسألة شخصية واليوم فيه انفراج هالانفراج أيضا تقدر تستفيد منه هالراحة البال بتساعدك لحتى أنت تخلص شغلك وتكون مرتاح أيضا مهنيا يلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حاليا هو 22-23 أيلول سبتمبر بنكمل مع برشة العقرب بالنسبة لبرشة العقرب حلو أنه يكون فيه اليوم علاقة أفضل مع أشخاص من حولك تتعاطى معهم دائما يعني كانوا زملاء الأقارب الأهل العيلة الولاد اليوم فيه نوع من عودة إلى الجذور عودة إلى التقوقع شوي يعني اليوم بتفضل الجامعات الصغيرة مش المجموعات الكبيرة احتمال يكون فيه أيضا شغل الليه علاقة بالمنزل 21-22 نوفمبر تشرينة ثانية بعد الضغوط موجودة ننتقل لبرشة القوس بالنسبة لبرشة القوس النهار شبيه بن بارح فيه عجقة فيه حكي فيه امتحانات فيه زيارات فيه أداء جيد مطلوب منك انتبه ما تكتر حكي برات الموضوع انتبه دق بكل كلمة بتقولها قبل ما تسلمها أو قبل ما تحكيها 11-12 ديسمبر الأكثر حصا بنكمل مع برشة الحوت برشة الجدي عفوا بالنسبة لبرشة الجدي هيدا نهار بالنسبة لألك بيخلي يكون فيه نوع من تعاطف مع محيطك مع أهلك مع ولادك مع أصحابك انت بتهتم بحالك أكتر الأجواء جيدة وحلوة بتخلي مولود برشة الجدي أو بتسمح له يعمل مشاريع ويبين أجمل خصاله بعض مولود برشة الجدي عندهم ربح مادة أو حتى معنوي 26-28 ديسمبر الأكثر حصا ننتقل لبرشة دلو بالنسبة لبرشة دلو لأنه الأمر ببرشك منبارح سهل عليك أنك تقول ما بقبدي سهل عليك لحتى تحسم أمرك سهل عليك لحتى تاخذ قرار بعض الأمور مننا لحالة تتبلور ومننا لحالة بالنسبة لألك توصل على طبق منفضة جميع الأحوال حان الوقت لتبدأ شيء جديد 19 أشباط فبراير انت لأكثر حظا وصلنا لبرشة الحوت بالنسبة لبرشة الحوت بعده الوقت عاطل عاطل فلكيا بمعنى أنه التوقيت لكل شيء اليوم مش زابط فمن المستحسن أنه ما يكون في عندك اليوم أعمال كبيرة يعني أجل موعد الشغل أجل موعد تنقل الاجتماعيات المهمة إذا بدك تطلب من حدا شيء أو عندك زيارة لتروح عند أهلك مثلا تحكيهم بشيء مهم شو ما كان اليوم انهار توقيت هو فقط للاستراحة كليا للابتعاد عن الأضواء كليا وأيضا لحتى تتجنب تخير أي قرار مصيري الأكثر تعبا هو مولود شهر أدار مارس بختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم فرصة مهنية جديدة كبيرة يمكن تكون بنفس المؤسسة الانتفية يمكن تنتقل إلى موقع أفضل يمكن تنتقل إلى شركة أخرى يمكن ما عم تشتغل حاليا عاطل على العمل وهناك فرص اللي تقدم المهني فحضر حالك كمان هذه السنة بتبدأ فيها اهتمامات بصحتك يمكن حمية غذائية أيلول سبتمبر كنون الثاني يناير ثم عيار معيوني أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراء جديدة باي باي عودي معكم للمتابعة تانكيو لأيلك كارمن نجا نشوفك بكرة بنفس الموعد طبعا إذا بتسرقوا شغلية صغيرة المقصد يعني أصاص بيخة يعني هوني بدي إلا له هدى علي الله يبعدنا عن السرقة طبعا علي يبعدنا عن السرقة يعني بس أنه عم نحكي أوقات بناخدها بشكل مسحة زهرة لياسمينة أحيانا بسرق قطعة بطيخ لما بتكون بتلاج يوم حضرين على الغد أو للعشاء بسرق حياة الحموي صباح نور والله ما بحياتي سرقت وما عملت ليش لا بس أنه حلوة أوقات تكون مسحة صباح الخير لأليك كمان عبير الصباح ميمي بسرق الصور اللي بتعجبني من بروفيلات رفقاتي صبرينا كوين كنت بسرق قبل مثل الريموت كنترول لتليفزيون لما يكون كان عندي شي مهم بدي أحضره بس أنتو بتسرقوا شغلاتي مهمة وسرقتولي قلبي وتانكيوا لأليك صبرينا وأنت دايما متابعة صادقة لألنا بعدني بانتظار تجربكم معي على صفحة فيسبوك عالم الصباح وبعد شوية منكمل نحن وياكم خفيفا نضيف خليكم معنا بعد البريك شكرا